بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشريحة السابقة المسألة العامة الاستفاء الداخلي وأخذنا طريقة إيجاد كسيرة حدود الاستفاء الداخلي بالاعتماد على الطريقة العامة الآن سنأخذ الطريقة الثانية وهي كسيرة حدود الاستفاء الداخلي للاقرانج بفرض أن لدينا الدالة y تساوي fx الدالة التجريبية y تساوي fx المعرفة في n زائد 1 من النقاط المختلفة x0 x1 x2 التي سميناها في الشريحة السابقة سميناها بالعقد ولنفطلد أن نتأقذ القيم yi يساوي fxi في النقاط من 0 إلى n يعني في النقطة x0 y0 هي fx0 y1 هي fx1 y2 هي fx2 yn هي fxn والمسألة هنا هي معرفة قيمة الدالة من أجل أي نقطة x تقع بين العقد إذن هذه هي المسألة العامة للاستفاء الداخلي إذن ما هي المسألة العامة؟ إيجاد قيمة الدالة في نقطة x تقع بين العقد هذه هي المسألة طبعا لحل هذه المسألة نشكل كثيرة حدود أو نقوم نبحث عن كثيرة حدود من الدرجة n لأنه عندي n زاد واحد عقدة والتي تحقق الشرط أنه p بالعقد يساوي f بالعقد إذن في العقد عند العقد الكثير الحدود يجب أن تتساوى مع الدالة الأساسية وكثيرة الحدود هذه يمكن أن اختراب بأشكال عدة لا جرانج استطاع أن يكتبها بالشكل التالي أخذ كثيرة حدود من الشكل pnx يساوي المجموع من i تساوي 0 حتى ال-n l i x y i يعني l 0 y 0 l 1 y 1 زاد l n y n حيث كل من l i كل من l 0 l 1 l 2 هي عبارة عن كثيرة حدود من الدرجة n تسمى كثيرة حدود لا جرانج وتحقق الخاصة التالية ما هي الخاصة التي تحققها هذه الإلات؟ إن l i في l x في العقد إذا كانت l i مختلفة عن العقدة فإن قيمتها 0 وإذا كانت l i تساوي إلى العقدة فإن قيمتها تساوي إلى 1 لإيجاد كثيرة الحدود l i x هذه لإيجاد كثيرة الحدود نشكل كثيرة حدود من الدرجة n تحقق الشرط التالي تنعدم في النقاط التالية تنعدم في ال x0 x1 xl n xl i نائس 1 xl i زائد 1 xl n في كل العقد تنعدم لأن l i لا يساوي لك وتساوي ال 1 في ال xl i إذن لنبحث عن كثيرة الحدود هذه إن أبسط كثيرة الحدود وتساوي ال 1 في النقطة إن أبسط كثيرة الحدود يمكن نختارها بالشكل التالي l i l x هي ثابت ما أي i يطلب تعيينه x0 x1 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 xl i واضح إنه إذا عوضنا في ال x0 تصير صفر إذا عوضنا بال x1 تصير 1 تصير صفر إذا عوضنا بال x1 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 xn بال xn كله بتصير أصفار ما عدا في ال x i ليس له وجودنا سأعين قيمة هذه السابتة حتى أحصل على إذا عوضنا في ال x i l i في ال x i يطلع معي 1 إذا ما هي قيمة هذه السابتة إذا عوضنا في ال x إذا عوضنا الآن هنا في هذه العلاقة كل x بx l i فإن l i l x يجب أن يطلع معي x l i ناس x0 x i ناس x1 x i ناس x1 x i ناس x1 x i ناس x1 x i ناس xl n إنني أبحث عن إذا كانت بالفرض l i x l i يجب أن يساوي إلى ال 1 إذن من هنا نحصل على قيمة l ai لو قسمنا الطرفين ومن نحصل على القيمة لو قسمنا على هذا المقدار فنحصل على أن l ai يساوي 1 تقسيم هذا المقدار الآن لو جينا عوضنا l ai هذه بأنه 1 يعني لو ضربنا هذا ب1 على فنحصل على كسيرة الحدود أو على l i l x ما هو دستورة اللي هو كسيرات حدود لغرانج فإن l i l x سيكون x ناس x0 x1 x ناس x1 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 xxn هنا x i ناس x نفس القوس السابق اللي في الأعلى ولكن بدل كلمة x نضع x i بدل كلمة x نضع كلمة x i تمثل على قتان 2 و 5 حل مسألة الاستفاء الداخلي وتسمى كسيرة الحدود p x بكسيرة حدود الاستفاء الداخلي لغرانج مثال أوجد كسيرة حدود الاستفاء الداخلي لغرانج للدالة المعرفة بالجدول التالي طبعا عندي هون x0 x1 x2 إذن معناتها ال-n هي عبارة عن 2 هذه هي ال-y0 y1 y2 إذن يريدك أن توجد كسيرة حدود الاستفاء الداخلي ثم أوجد قيمتها في النقطة بعد ما توجده أوجد قيمتها في النقطة إن كسيرة الحدود يعني p 2x ما هي إلا في هذه الحالة إلا l 0 x by 0 زائد l 1 x by 1 زائد l 2 x by 2 إذن هذه هي لكن l 0 ما هو إلا حسب ما بنعرف هو x-x0 x-x1 x-x2 طبعا على x0-x1 x0-x2 إذن هذه l 0 l 1 x ما هو إلا x-x0 x-x2 على x1-x0 x1-x2 والl 2 x ما هي إلا x-x0 x-x1 على x2-x0 x2-x1 إذن هذه هي الآن عندي x0 والx1 معلومة لو عوضناها حصلنا على l 0 وال 1 الآن بعد حساب l 0 وال 1 وال 2 نضربهم ب y 0 فنحصل على كسيرة الحدود المطلوة إذن إن كسيرة الحدود ستكون من هذا الشكل حيث كسيرات l 0 وال l 1 وال l 2 تحسب الشكل التالي حسبنا l x 0 إذن حطينا x-2 ونص x-4 هاي x1 وهي x2 هون x0 ناقص x1 x0 ناقص x2 إذن وبتالي حصلنا على كسيرة الحدود الأولى هذه l 0 l 1 كذلك أعطتني كسيرة الحدود وال l 2 كذلك أعطتني هذه القيمة القيمة الآن نضرب l 0 بال y 0 l 1 بال y 1 وال l 2 بال y ونجمع طرفا إلى طرف إذن لنضرب ولنجمع طرفا إلى طرف فنحصل على هذا l 0 ضرب y 0 هذا l 1 ضرب y 1 هذا l 2 ضرب y 2 لأن إذا جمعنا ورتبنا وجمعنا الأمثال المتشابهة لحصلنا على كسيرة حدود من الدرجة الثانية بهذا الشكل الآن هذا هو الطلب الأول أوجد كسيرة حدود استفادة داخلي للاقرانج الطلب الثاني أوجد قيمته في الثلاثة الآن لنوجد قيمة كسيرة الحدود في الثلاثة إن P3 يساوي إلى 0.5 ثلاثة للتربيع نائص بثلاثة زاد ويساوي إلى قيمته وبالتالي نحصل على هذه يمكن أن نأخذ المثال التالي أيضا مثال جديد إذن استخدم الأعداد التالي استخدم العقد التالي X0 هي 2 X1 هي 2.5 X2 هي 4 للدالي هنا لا أحصل على الجدول أين هو الجدول؟ إذن هنا عطيني X طيب وأين هي ال Y؟ إذن ال Y هنا أعطيك إياها ال Y تساوي إلى 1 على X طيب ال X التي عطينيها هي 2 2.5 4 الآن ال 2 معتها 1 على 2 إذن هي 1 على 2 وبالتالي هي نصف 1 على 2.5 وبالتالي فهي ربع 0.4 1 على 4 هي 0.25 إذن هو وبالتالي إذن هنا إذن X عرفتها إذن الدالي عطيني شكلها 1 على X فأحط 1 على 2 هي نصف 2.5 1 على 2.5 هي 0.40 4 1 على 4 هي 0.25 إذن استطعت أن أحصل على الدالة التجربية إذن هنا عندي X0 X1 X2 هنا هذه Y0 Y1 Y2 وبالتالي فأحتاج إلى L0 L1 L2 لو حسمنا L0 هي X نائس X0 X نائس X1 X نائس X2 على X0 X1 X0 X0 X2 X2 فنحصل على كسيرة الحدود أو العلاقة التالية أيضا L1 نحصل على هذه L2 نحصل على هذه L2 نضرب 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 Y0 نضرب هذه Y1 نضرب هذه Y2 ونجمع طرفا إلى طرف فنحصل على هذه العلاقة وبالتالي نحصل على هذه العلاقة وهو المطلوب إذن هذه كسيرة حدود استفاءة داخلي في هذه الحالة هناك حالة خاصة إذا طلب مني إذن هناك حالة خاصة يمكن السؤال التالي إذن يساوي إلى تنجنت الإكس إذن عنا الجدول التالي يمثل للتنجنت الإكس لقيام اختيارية للإكس إذن هذه الإكس عيطينيها 1 1.1 1.2 1.3 التنجنت في الواحد يساوي هذه والتنجنت قيمته في هذه وقيمته في هذه وقيمته في هذه use linear interpolation to estimate tangent الواحد في الواحد فاصله 15 إذن هنا يسألني عن linear interpolation ما هو linear إذن هنا لا يقول لي أوجد كثيرة حدود الاستفاء الداخلي بطريقة لغرانج ولكن هنا يقول استخدم الصيغة الخطية الصيغة الخطية لإيجاد قيمة الدالة هذه بطريقة لغرانج لو نظرنا وجدنا أن الواحد فاصل خمس طعش يقع بين هاتين القيمتين يقع بين هاتين النقطتين إذن بين النقطة X0 يسوي 1.1 والX1 يسوي 1.2 فأستطيع أن أوجد كثيرة حدود لغرانج الاستفاء الداخلي في حالة عندي نقطتين بس يعني في هذه الحالة عندي PX ما هو إلا L0 Y0 زائد L1 BY1 حيث L0 هي عبارة عندي فقط نقطتين لو أوجد كثيرة الحدود لا إذن هذه الصيغة الخطية إذن في هذه الحالة أن توجد الصيغة الخطية فما هي L0 ما هي إلا X X1 X0 X1 Y0 X0 X0 X1 X0 Y1 إذن هذا ما هو إلا L0 X وهذا ما هو إلا L1 X الآن لو وحدنا المقامات طبعا واضح المقامات موحدة فإن أنا أستطيع أن أجمع البسوطة مع بعض البعض فقط أحتاج إلى تغيير في الإشارة فبدلت هنا حتى أخرص من الإشارة إذن هنا إذا بدلت هذا حطيت X1 X0 يمكن إخراج السالب X1 X0 السالب بدخله للبسط البسط بصير سالب X موجب X1 إذن هذا موجب X1 سالب X الآن إذا قسمنا الأول على المقام لحصلنا على Y0 الثاني على المقام لحصلنا على هذه العلاقة إذن معناته هذه هي العلاقة الخطية في هذه الحالة إذن لا أحتاج إلى أن أحسب كل كسيرة الحدود ولكن هنا يريد مني أن أحسب الصيغة الخطية الآن إذا طبقت الدال هي تنجنت فتساوي تقريبا إلى Y0 زائد X نائس X0 X1 نائس X0 Y1 نائس Y0 الآن Y0 معلومة والX0 معلومة والX1 معلومة من الجدول العطينية بعوض فيهم إذن يريد أن نحسب تنجنت 1.15 عندها إذن Y0 هي هذه القيمة X0 X اللي عندي إياها هذه هي X الذي يريد هذه هي X هذه هي X0 هذه X1 هذه X0 وهذه Y1 نائس Y0 إذا حسبت لحصلنا على هذه القيمة وهذه القيمة لو قارنها مع القيمة الحقيقية لرأيناها أن الخطأ فيها ليس بكبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته